موسيقى موسيقى أنا عايشة أنا وأبوي وأخوي أمي توفت وإحنا جنا صغار أبوي خطيئة يعني يشتغل على مود إحنا نكمل دراستنا دخلت أنا معهد فنون أنا أحب أصمم أحب أصير مصممة أزياء هذا حلم من أنا صغيرة وشدت أحب الفنون فدخلت معهد فنون وكان طموحي أن أدخل بعدين كليات فنون أنا بالمرحلة الثانية بالمأحد أبوي توفت فأخوي خطيئة تكفل يعني عيشتي أنا وعافت دراسة على مودي وظل يشتغل على مدانة كامل دراستي بالمأحد ما خلاني أترك هذه المراحلة كانت كل شي صعبة علي وأثرت علي وعلى نفسي وأشوف أخوي خطيئة ضحة مستقبلة على مودي بس أنا حلمي ما تاركته وشن دائما أطور نفسي أشوف شن الجديد أتابع أشوف يعني أروح للسوق أشوف أصمم أرسم دائما يعني أقول الآن بيوم من الأيام راح أصير مصممة أزياء هذا حلمي ولازم أحقق اتخرجت من المأهد بعد أخوي قال الآن ليهناني وانتهت رسالتي أنا هميا لازم أشوف مستقبلي فأني يعني هاي الفترة هو كلها خطيئة يصرف علي وبنفس الوقت هو يجمع وإحنا الشقة مالتنا ملك باسم أبوي فقالي أنا أبيعها وأطلع للتركية أطلع للتركية هناك قالي شو الله بس أنت ما أقدر أخذ شوية لأن أنا ما ضامن هناك حياتي فتجيش قسمة زينة راح أنا أقبل هالمرة تجينا نرفض على مودي الدراسة فأني ما قلت له لا قلت له إيه كيفك بس قسمة كون زينة أنا يعني لأن ما إلي أحد هناك بس أنت وذا تروح أنا شون في الحقيقة الشهادة عامل مهم جدا في بناء تكوين وأساس الفرد سواء كان بنت أو ذكر مؤخراً المجتمعات بدأت تلجأ وخصوصاً المجتمع العراقي بسبب معاناها من حروب وظروف ومواقف بدأ يلجأ إلى مسألة مرة خوف الآباء مرة حرص مرة أنه يقول لك أنه البنت توصل لمرحلة تعرف تقرأ وتكتب أنه هذا انتهى الموضوع أنه هذا خلاص مرة يقول أنه هي مستقبلها وستقبلها سيذهب لزوجه ومعيل إلها وبالتالي ما تحتاج الوظيفة بشيء ولا تحتاج أنه تكمل دراسته بشيء بالإضافة لذلك عندنا إشكال أو غلط حقيقي في المجتمع لأن الدراسة معناها تعيين معناها وظيفة الدراسة أبداً ما كانت مرتبطة بشكل مباشر هي ممكن تكون فرصة للتعيين ولكنها فرصة لبناء قدرات الفرد فرصة لتطويرها لتنضيجها لبناء أفكارها خصوصاً إحنا في مجتمع مليء بالظروف والتحديات إحنا بشكل يوم نتعرض لعديد من الظروف والتحديات اللي نحتاج بها أن نكون أكثر وعياً ونضجاً وتكون الصورة واضحة بالنسبة لنا حتى نعرف كيف ندير حياتنا لست معا أن يكون التعليم مقرون بفرد دون آخر أو بعمر دون آخر أو بمنطقة دون أخرى حتى اللي فات القطار بسبب بعض الظروف اللي نكون ربما سابقاً حروب ظروف عائلية ظروف مجتمع كذا الآن بإمكانه أنه يعاود عن طريق الامتحانات الخارجية عن طريق الدراسات المتأخرة أكو فرص متعددة بإمكانه العاودة والوجوان نعرف ناس حالياً هم عمارهم كبيرة جداً البارحة شميت منشور على الفيسبوك يعني بالصدفة أنه شخص يهني والده بحصول البكالوريوس وهو أصلاً الابن محصل البكالوريوس قبل والده هذا يعطي دافع معنوي وحافز جداً كبير أنه يكون الأبا صورة براقة لأبنائهم في مجال التعليم العمل الحياة مثل ما نعرف أنه نحن الأب أو الأم هم المثال الأول الذي يحتذي به الفرد عند ظهوره لهذه الدنيا يجب أن يكونوا مثالاً حياً وواقعين ويفكروا بمصلحة أبنائهم في مسألة التعليم الذي يعتبر منطلق لقرارات حياتنا فمرت فترة واحد من أصدقائه متقدم وتفاجأت بيئاني الصراحة لأن هذا صديقه ومو كلش بس يعني معارف ويعني هم نفس العمر لأنه كانوا بالمدرسة السوية الولد حالتهم كل تزينة يعني عدتهم عمارة عدتهم يعني شقق لهم عده أخته وأم وأخته وأمه والده متوفي أخوه متزوج بشقة وهم شقوا وعدتهم هم شقة ثانية فارغة وجول محلات لهم وأخوه عده لازم شغل بدولة ثانية يعني يروح ويجي فعني تفاجأت أنه يطلب إيدي آني لأنه يعني آني مستوى مو مثلهم وأخوه راح يعوفني فما أعرف بس يعني قلت خلص مدام هو قابل أخويا ويقول خوش ولده هاي ما عندي أي مشكلة إجوي وبالبداية يعني أمه كانت كلش تطيفة وحبابة يعني بس هي تعبانة مريضة حماتي قلت ليها من البداية حماتي عرفتها أنه هي صريحة يعني تحكي مد تحكي عليها والمو عليها قلت لي أريد شي يعني تغيريني شوية من أخويه ودارين أمي لأن أنا هماتيين جايتني قسمة ورح أتزوج قلت لها صار بعيوني أخليها أكيد بس مرتخوه كانت ما هاضمتني يعني ما عرف غيرت نسوانيت شي بس هي يعني ما شاء الله مرتخوه كلش حلوة ويعني مهندسة ومثقفة وكلش كلش يعني كل الصفات حلوة بيها وزيت يعني تغير مني أنا وما أقلل من نفسي بس هي مستواها حلو المهم قبلت بعديا أول موقف صار بالبداية أنه قالت لي عمتي قلت لي آني راح أجي كم يوم وروح نشتري الذهب والنشان فأنت تتحضري هاي الأيام يعني إحنا راح أجي شأي يوم فجأة جتني مرتخوه ما أجت عمتي قالت عمتي مريضة بس هي شونت بنظراتي يعني تباها اللي بش مزاز يعني قلت لي عمتي مريضة وأني عندي خبرة وأعرف كل شي تعاوية خذتني بسيارته يعني الأشياء اللي اشتريتها تجيب لي أشياء يعني كلها طويلة وتتحجب يعني أنا طالعة صح ما بس عمتي راح أتكون حمات راح تتزوج وأخو بيت وحده يعني ليش اشتريت أشياء كلها طويلة ومعرف قلت لي لا أمو أنت شونو أنت أول وتالي يعني أنت جاي على متخدمين عمتي مؤخرا بسبب الظروف اللي عناها العراق بعض العوائل فقدت أحد الآباء أو فقدت الآباء أو معيل الأسرة الرئيسي فأصبحت المسؤولية تندرج إلى الإبن أو البنت هنا أنا يخلي مسؤولي مرة مرات يشوفك عوائل البنت تصبح أم وأب في نفس الوقت لأطفال صغار والعكس صحي قد يكون الأخ ومن يصبح لديه خوات ويصبح هو معيل إلهي هذه الحالة تكررت بسبب الظروف مثل ما نعرف أنه الظروف الأمنية الظروف الحروب اللي رافقتنا الكثير من الشهداء والتضحيات بذل نواء آخرها ما حصل في 2014 إلى غير 2018 والأعمال الأرهابية والتضحيات اللي قام بها أبطال الحجد الشعبي هذه كلها تركت لدينا شهداء بالمئات بالآلاف هذه العوائل أصبحت بدون معيل رئيسي مثل ما نعرف أغلبها تفتقر للكثير من الحقوق ربما رواتب الرواتب الإعانات الاهتمام أنت مثل ما تعرف لما تكثر العوائل يصبح الاهتمام مقسم على هذه العوائل لكو عوائل ما يوصل له اهتمام معين سواء كان مادية أو معنوي فكو عوائل جدا فقيرة وبسيطة هنا يصبح لازم أكو شخص بالأسرة ياخذ دور الضحية يضحي بمستقبله بعمله بدراسته بيوضعه في سبيل أنه يحاول يكون المعيل الأساسي والرئيسي لهذه الأسرة وهو العالة هنا ما راح تكون مادية فقط راح تكون بثابة إدارة حياة إدارة شؤون الأسرة بغياب المعيل ولا سيما إذا كان بعمر مراهقة وعمر صغير هنا هو يصبح في طور تكوين نفسه وفي نفس الوقت تكوين الآخرين اللي هو أخوانه أو أخواته فهنا تصبح الأمر صعبة جدا وخصوصا نشوف أعمار شبابية الآن حالية هي أعمار صغيرة بسبب عدم وجود المعيل يشتغل في التقاطعات في المحال التجارية في غيرها هذا أصبحت مسؤولية كبيرة على عادقة ما راح يقدر يكمل دراسته راح يلجأ للعمل راح يلجأ للتوفير أي مصدر لعيشة عائلته يحاول يضغط النفقات يحاول يضغط الظروف يواجه بعض التحديات إلى أن يبدون ينشئون هذه العوال وعادة هنا هالعوال تلجأ إلى الزواج المبكر قالت هاي الكلمة أنا أقدر أردتها بوقتها بس سكتت لأنه بعد شون أقلتش الفاس وقعت بالراسي أنا ما أقدر بعد أجادلها قلت عادي خليت جيب هاي الملابس وبعدين أنا أشوش أشتري هذا هو حالة زينة ينطيني وأشتري اشترينا الملابس هو غراضي هوايا وصار الزواج صارت القسمة من البداية يعني معاملته هو زينة الولد محمات الزوجة وقعت بس هي مارة شبيرة أنا داريها بس كان الشي اللي مضوجني مرتخوه دائما يعني تطلب مننا الشي يعني روح جيب ليه جي روح سوي لتخابر تعالي صعد عدي أشياء بالبيت يعني هوايا هوايا تطلب مننا أشياء لأن أخوي سافر ويجي أخوي يعني عنده لازم شغل برا يجي يعني يجي سوء وما يطول أكثر من سبوع ويسافر وهو هكذا فأنا هذا الشي كان يضايقني أشوفه يعني مهتم بيه أكثر مما مهتم بيه بس أنا مطيت أهمية للموضوع ويهتم بالبيت وعمتي يخوش إنساني أكسب بيها أجر وداما تسولي فيها تحكي ياي أول وقت ما شفت منه شي زين يعني مو زين يصوم يصلي زين تعاملة ماكو ماكو أي سلبية عليها فعايشة بس هي هاي يعني غيرت نسوانة أنا أحسبها وشانت عمتي داما تحكي على يد قلي إنتي ليش هاي الملابس شنو ما عنده جي بي شي حلو جي بي شي قصير هاي تغير بالبيت تلا مو هي فلانة يعني اشترت لي اياهن في قلت لي بعد لت أخذين كلامها ولا تمشين وراها هاي تغير من يمج شان تغير من حماتي هسا تغير من يمج وخطيئة يعني عمتي قلت لي روحي وسوقي واشتري هاي الفترة أنا أخويا سافر بس من سافر يعني واسطة أنا قلال لي أنتي ليضا الباليش أنا بس أستقر راح أتواصل وياك ما أريد السبعين واني تعبان واني هاي الفترة كل شبالي عليه يعني عدت تقريبا شهرين ثلاثة على سفره بهاي الأثناء يعني يعني زوجي عادي حياتي وياه بس هو مرات يطلع بالليل يجي متأخر عصرية يعني أو مرات يقعد يجواب المحلات يعني عادي مشاغلة أقول ما أسأله وان رحت وان أجيت يعني المفترض الأساس الذي يبنى عليه الزواج هو قرار لأن هذا القرار راح يحدد مسار حياتك يعني الحد ما تموتهم على نفس الزواج على نفس العلاقة على نفس الارتباط أنت تفكر هنا أنا مفس بنفسك تفكر أنه أنت هاي العلاقة راح تكون مستمرة بها أبعاد بها تكوين عائلة بها تكوين أسرة هاي الأسرة راح تكون جزء من المجتمع شنو اللي ممكن الصدرة لنفسك لأسرتك وللمجتمع نحن لدينا المجتمع هو عبارة عن أسر صغيرة فهذه الأسر صغيرة لما تبدأ بتجارب ناجحة راح نشوف مجتمع ناجح وواعد ولما تبدأ بتجارب فاشلة راح نشوف المجتمع عبارة عن تجارب وقصص فاشلة لأن مخرجات الأسر هي في الواقع نعيشها في المجتمع بالتالي يجب أن يكون قرار وقرار حكيم جدا وواعي وناضج ويجب أن يكون قرار الفرد نفسه أنا بعض العوائل أشكل عليها أنهم يتدخلون بشكل مباشر بقرار البنت أو الابن حتى الابن يشوف ناضج وواعي كفاية يشوف عمره جزء وصل للثلاثينات إلا موافقة والدته أو والده أو تدخل بشكل مباشر في القرار أو الاختيار يلا ممكن يوافقولها أو يسمحولها بالزواج فكيف ذا البنت نعرف في مجتمعاتنا الشرقية تكون أكثر حفاظا على بعض الأمور أقل تصدرا لمسألة القرار والخيار تصبح العائلة هي المسيطرة أو المستحوذة بشكل أساسي على قرارها أو المصادرة في بعض الأحيان دون اللجوء لبعض الاعتبارات الشرعية أو لبعض الاعتبارات العقلية كون أنه هي البنت هي اللي راح تعيش هذا المصير في اليوم الأيام جاي أنام آني يعني تأخر الوقت خلصت شغلي وعمت ياماتين يعني داريت هواي جاني فيديو تليفوني مرة قوم ما عرفه هذا الفيديو بصور يعني شون مسوينا هو فيديو بس يعني عبارة عن صور صور كل شو هواي بس يعني الصور كانت مو حلوة يعني شون اللبسة هي مو حلو لو هو بدون ملابس لو يعني صور مو حلو كل شو مو حلوة أناش قلت قلت يجوز هاي واحد يعني فبركة بس أنا مو عندي أذية وي أحد بس الصور بغرفة بغرفة نوم لو بصالة لو بمكاني يعني بمكاني ببيت انتبهت علي أنا بوقتها يعني بعدين انتبهت بالبداية نهاريت وأبتشي وهاي ليه شي 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 سوي فرحت أقول لعامتي بعدين ترددت ما قلت لها انتظرت يجي بالليل اجي بالليل شافني يعني باتشي وهاي قال شكو شبيت جيت لي لا انتذكرت أخوية وتشيت علي وما أدري حالة هسه شنو ست حقيقة بالآمنة الأخيرة يعني حثت عمليات خيانة كثيرة بالمجتمع العراقي والأسباب متعددة الخيانة الزوجية من طرف الزوج أو الزوجة بهاي الحالة ست نص عليها القانون بالمادة 40 ثانية الخيانة الزوجية إذا كانت من طرف الزوج ومتعددة ست الخيانة تعتبر مصطلح واسع جدا والخيانة مثل ما نقولها احنا بالمجتمع كزوجة تخون زوجها بعدة طرق مثلا المراسلات والاتصالات بأشخاص غرباء فتعتبر هذه خيانة زوجية والضرب المجتمع والضرب الزوج وإذا كانت عندها أطفالهم كذلك الضرب أطفالها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بالمادة 40 ثانية نصت على الخيانة الزوجية ست فكل شخص من الأزواج إذا مارس عملية غير شرعية مكانة أمرأة أو رجل مثل ما قلنا خيارات خاطئة ومصير خاطئ جاء يحصل حاليا نحن لم نعطي الفرد أهمية لما نبدأ بالاهتمام بالفرد سيصدرنا مجتمع ناضج الاهتمام بالفرد يبدأ من أول قراراتها من أول خياراتها منذ نشئتها وتسميتها وتمهيد دراستها ووضعها إلى وصولا إلى الزواج والعمل والدراسة وغيرها مسألة الزواج مسألة حساسة جدا يجب أن يكون للمرأة بشكل خاص مثل نترك الرجل على صفحة الرجل قد تكون منفتح اجتماعيا أكثر عنده قرار أو عنده سلطة أكثر عنده مساحة للتعبير على الرأيه بصورة أكثر يقدر يختار يقدر يشوف عنده نضج كافي أن يعرف أنه هذه المرأة صالحة أولا لزواجها يقدر يسئل يقدر يعرف تفاصيل نشأتها بعض الأمور اللي يمكن يبني رؤية تحليلي عالية أما المرأة في المرأة عادة في مجتمعنا تكون حبيسة المنزل حقيقة بعض الأحيان وحتى تكون طلعاتها وطباتها على قد دراسة على قد العمل على بعض الزيارات الأقارب بعض الزيارات للمراقد وما غيرها بالتالي تكون محدودية التجارب بالمجتمع ما مختلطة في هذا المجتمع على شكل مباشر ما تعرف التجارب ما تعرف الإنسان شلون يقاس تحتاج إلى علاقة مباشرة أو معاشرة لهذا الشخص مرة يكون ابتداء بالرؤية الشرعية وبعض الأمور اللي تحصل في عوائلنا مرورا بفترة الخطوبة اللي هي فترة مهمة جدا في تحديد الكثير من التفاصيل وبعض العوائل هنا نأكو بين قوسيا أنت ماكو مشكلة أثناء الخطوبة خلي يكون عقد شرعي بياناتهم حتى صر أريحية في التعامل ما بين الطرفين هما شرعاً من الزوجين بالتالي صر أريحية في التعامل والتعاطي لا بعض الأسر أكون تشكل على هذا الموضوع تخلي بس خطوبة بما أنه بس خطوبة أكو محددات ما استثمرنا هذه الفترة بشكل صحيح أي فرصة ممكن استثمارها في أنه الشخصين يعرفون بعض يجب استثمارها قبل أنه نمضي فيه علاقة زواج وهذا الزواج يجب أن يكون مبني على عدة أساسات نشوف بعض الزواجات مبنية على المحبة المودة العلاقات التفاصيل المشتركات هذه المشتركات كل ما زادت ما بين الطرفين زادت الأسس ورصانة هذه العلاقة كل ما قلت نشوف هذا الأساس إذا نهدم بعد خلاص العلاقة انتهت كل شيء إدراج الرياح يجب أن نعطي فرصة للرجل وللمرأة بدراسة قراراتهم وخياراتهم وإعطاهم كافة المساحة أن يقررون مصيرهم بدون اللجوء بعض الأحيان الظروف تضغط هنا وهناك مثل ما سمعنا في قصتنا أنه يجوز المرأة ما عندها خيار بديل ما عندها معيل وأخوها راح يهاجر مثلا وبنفس الوقت هو الشخص قلت لما شكه بأنه عنده شيء معين لا نلجأ للزواج هناك المبدئين مبنيات على مبادئ خاطئة فيها نوع من الإجبار فيها نوع من الاستعجال لا يمكن أن يفهم هذا بسبب أن الظروف المحيطة بي أكبر بكثير أنه تخلي نظر تضيقة أنه يختار الشخص الصحيح هو يختار الوضع والظرف والمكان الصحيح ربما ويضحي بالشخص لذلك يشوف دائما النتائج هي التضحية بالشخص على أساس الاعتبارات المعينة راح تبقى الاعتبارات المعينة ما عندنا بس الشخص وين راح يكون راح تنتيه العلاقة إذا أثبتت تلك المراسلات ما بين امرأة ورجل غريب أكيد هاي إضرار بالحالة الزوجية وإضرار على الزوج بإمكان التفريق يعني يكون تفريق للضرر بهاي الحالة سكتت ما أعرف شون سكتت فقلت أنا هاي الغرفة وهاي الصالة أريد أشوف لأن البيت قلت تشبيه يعني ثلاث شقق إحنا وأخوه وشققه فارغ فقلت لازم أشوف أخافه اهنانة بالبيت وبعدني آني يعني هاي اللحظة شنت ما شاك بي هو قلت أخافي هاي صور متفبركة مو صحيحة فقلت لعمتي قلت لا أريد أن نظف الشقة الفارغة طين المفتاح قلت ليش التعبينتي يعني وايد التعبين من المهمة قلت نفتاح صعدت شفت بيها يعني بيها نفس الغرف بس مو كل هن مو كل الصور طبعا أنا غرفة مارت أخوه يعني شقتها أبد ما داخلتها ولا خليتني هي أنه أدخل شفت نفس الشي نفس الأثاث فقلت هاي خلاص هو جايخوني وجزائق أصلا قديمة جزائق وحدة عرفة ما خليتي ببالي أنه هو أدع علاقة وي مارت أخوه أبدا بعديا قلت أواتش أحد شوية فحماتي أنا أخابرها قلت يا بها هيتش صار هي البنية صريحة هاي قلت لي هام إحنا مشاكين بالبدأة قبل زواج إحنا ليش صارت زواجتش إحنا لأن هو شكينا عنده علاقة وي وحدة وهذه العلاقة مزينة فقلنا خلي الزواج وشفناتش أنت يعني مناسبة قلت يعني شو أنت ينتبلوني إذا هو هذا ماضي قلت لا يجوز هذا ماضي يجوز هاي وحدة عرفة وزين قلت شون عرفة رقب قلت هسا تصير لتركزين يجوز هاي وحدة قبل زواجتش يعني مو هسة قلت يالله أسامح لأن أنا هسا ماكو ماقدر وين أروح وين أطواتش حتى لو أزعل لو أسوي شي أخويا وهو ماكو المهم هاي الفترة مرت أخوه يعني بشرتنا بأنه هي حامل بس عمتي ما فرحانة بالموضوع وضايجة ف يعني قلت لها قللي ليش يعني ليش توف قلت مو أخوه كان عنده مشكلة لما من زوجين كان عنده مشكلة وهاي ففجأت قلت لنا هي حامل هو أخوه يعني عنده ضعف فشون هي تشي قلت يجوز عالج نفسه هو يطلع برة وهاي وجوز الرجال عالج نفسه ليش يشكن بها فرحيلها خطية فأني شكلت قلت يعني هي خطية تعبانة وصارت حامل وهاي ف يعني شون قلت خلي أصعد لها هي أبد يعني ما صار ببالي انه فيديوم أصعد لها ولا هي مثل قلت لي تعالي عازمتني هاي فيعني يعني مني أسوي أكله أو شي قلت خلي أصعد لها خطية فصعدت له هي استقبلتني عادي فقلت لها بول خلي شوف البيتش والله بدون شك أو شي ما خلي ببالي أي شيء افتريت جبالي شفت نفس غرفتها هي الغرفة مالتها بالصور يعني هي بس أنا تخبلت رأسا قلت له قلت له أنت جا تخونيني وزوجي يعني هي ضحكة ذيت لي تشبيت مخبلة شنو هالحكي فشوفت هالفيديو ما حجت شي سكتت بس أنا انهارت وصيحت وضربتها ونزلت يعني لا نكرت ولا يعني صدمت ما أعرف ست الخيانة الخيانة متعددة خيانة مراسلات نفس ما تفضلنا سابقة وخيانة مثلا معاشرة وتعتبر ما بين زوجة ورجل غريب والخيانة مثلا كذلك الرجل همعلي خيانة إذا خان زوجتها ومراسلات وأثبت ذلك أثبتتها الزوجة أمام المحكمة أكيد راح تتفرق للضرر لأنها هي راح الضربة من المعاشرة أو الضربة للحياة الزوجية المستقبلية على الزوجة وعلى الأطفال بعض العادات الدخيلة على المجتمع العراقي أصبحت تباهي بها جزء إيجابي أنه اليوم أتباه أن يشرب الخمر أتباه أن يعد علاقات غير شرعية أصبحت معيار للتفاخر ما بين الشباب ما بين البنات في مواقع التواصل على أرض الواقع ولكن لما نجي لنتائجها هي نتائج سلبية وتنعكس بصورة سلبية المجتمع العراقي أو الدولة العراقية بشكل كامل دين الدولة هو دين الإسلامي لا ناقة ولا جمل ولا أي مصلحة أخرى في أي ددخلات خارجية وأجندات معينة يجب أن نلتزم بهذا نحن الآن على بلد فيه مرجعية فيه مراقد فيه اعتبارات شرعية فيه الكثير من الأمور اللي يتخلي واعز الدين يكون مرتفع حتى ولو لم تكن مؤمنة في بعض القضايا وعندك ملاحظات هنا هناك يجب أن تلتزم بالإطار العام للمجتمع وخصوصا المجتمع العراقي اللي عرفناه دوما محافظا على أخلاقياته بعيدا عن هذه المظاهر وإن كانت قليلة إلى أنها مؤثرة جدا وقد نشهد أنها تؤثر مستقبلا في تنضيج هذه الأفكار وزيادة أبعادها وزيادة تفاصيلها في أحد المحاكم في الآونة الأخيرة ظهرت أمرأة عدها أطفال ومو منسل أب والدهم يعني بعد ما أثبتت المحكمة ذلك بعد بتقارير طبية وفحوصات كثيرة ومواليد متعددة يعني أحد الأطفال يتجاوز العشر سنوات فست هاي خيانة تعتبر خيانك فرقت ستفرقت فرقت هي والابن ابن الفراش يعني هاي الأم تثبت منه كانت بهاي الفترة يعني مع عشرة يا شخص فهنانا ستيرجع النسل أو إلى صلب والدة الطفل وما لذنب هاي المسألة من يتحمل المسؤولية والشرعية والقانونية يتحملها تتحملها الأم عفواً تتحملها الأم في هاي الحالة راح كيف تثبت هي عليها أن تخبر المحكمة أو الجهات المعنية كلهم والد الشخص فلان وإذا أكثر من الرجل فهاي مشكلة يعني مشكلة كبيرة كل شيء يعني عادةً لما نكتشف الخطأ يما نواجهها بخطأ كردة فعل يما نواجهها بحكمة أعتقد تصرفها هناك كان بحكمة هي أرادت أن الوصول للحقيقة الكاملة مبدئياً ومن ثم تصرف بناء على خطوات تقدر ظروفها شخص وحيد لا يمتلك أي عامل مساعد لا يمتلك أي شخص مساعد أخوها في الغربة بالتالي لما هنانا تفكر أنه ربما في ردة فعل يحصل شجار يحصل انفعالات تحصل العكاسات قد تجد نفسها في الشارع هنا بدون مصير هنا راح تكون الأزمة مفاقمة الطلاق للضرر يعني إذا حصل نفس ما تفضلنا سابقاً إذا حصل الخيانة أو الضرر أو تعذر الحياة الزوجية ما بين الطرفين تلتج أحد الأشخاص أحد الأطراف يقدم إلى المحكمة التفريق إلى الضرر وبعد ذلك على المدعي إثبات ما إجاءة بعريض الدعوة نفترض اليوم هي إدعاة المدعية بنزوجها خائن عليها أن تثبت ذلك أولا رادي يفضحهم من نزلت أنا ما بيّنت لعمت أي شيء بس هو من إجاء واجهته وحجيت وياه قلت أنت فاهمه غلط ما كو شيء هاي مو آني هاي الأثاث مالتكم هاي غرفتكم هاي الغرفة ديش الشقة يعني هاي كل هذا البيت هذا يعني إذا مو أنتو فشون يعني واحد يفبرك بيت لو خلي أثاث يجيب نفسه يعني شيء ما يتصدق المهم فبهاي الأثناء أنا يعني يعني اكتشفت أنه أنا حامل فبعد ما أقدر أسوي أي شيء على مدة لأن أنا حامل وأنا سمعت أنه ما أقدر هاسي عن فترة الحمل ما يصير طلاق وأطلعت يعني وكتبت بالتليفون أنه ما يصير أنه أطلق وحتى لو أطلق أنا وين أروح لأن أخويا ما أدر ما أصير الحد الآن فصبرته سكتت بس الموضوع أنه من سكتت صار عادي أنه أهملني بالزايد ويطلع أكثر من ما كان ويصعد لها أكثر وهيها ما تنت تشمت وتضحك وعادي الموضوع يعني جاي يصير والمشكلة هو أنه هو كان يصلي وهي يعني قلت له صلاتك شنو يعني بس أنا ما حجيت وياها الفترة خذت غراضي وقعدت بغرفة ثانية وعزلت عنه وفهمت عمتي بأنه أنا حامل وفترة الحمل يعني أنا ما طايقته لأنه عندي وحم بهاي الأثناء أخويا خابرني طمني بأنه هو بتركيا زين ووضعه زين ولي قاله شغل واستقر وان فرحت بس أنا ما يعني ما يعني قلت له الحقيقة بس قلت له أنا مقهورة عليك لأنه أنت بعيد واتمنى ترجع قال أنا راجعة ما أرجع بعد بس أنت ليش ضايجة قلت له أنا أريد أحقق حلمي أنا تدري بيه من أنا طفلة أريد أصير مصممة أزيا بقل لي أنا أنت جمعي اشتري لك مكينة خياطة ذات الدين قالي ما أطلب من زوجي بس عمتي يعني تنطينه هو ينطي مصرف بس ما أخذ منه قلت حرام ويحرم علي أنه بعد أخذ منه ولا فلس فهو قال بس يصير وضعي زين راح أدزلك فلوس فانتظرته دزالي فلوس اشتريت مكينة خياطة يعني أعرف الفصالة بس ما مطبقة فطورت نفسي على اليوتيوب وقدرت أخيط هواي أشياء وعمت اشتريت لي قطع قمش أدرب بها فظليت أشتغل وأشتغل للجيران أخيط للجيران هاي الفترة يعني أنا طورت نفسي هواي وظليت أبيع والتيهت لان فترة تحمل وأخيط وهاي الحد ما فالحمد الله ولادت بس سلامة طبعا هو أصلا ما أجاني بس عمتي خطيئة وحماتي عود مشغول وهي مرتخوة جابت قبلين قالوا شايفة شون فرحلها يعني ابني ما أعرف ما أعرف ما أريد لحد الآن أنا يعني ما مصدقة ما صدوما ابنه له ابن أخوه له وشنو فأني ولدت بس سلامة الحمد الله وشغلي صار أحسن شوي تركت بالبداية شغلي صار أحسن فقد خلي أقول لأخوي وشوف شي يقول قلت لأخوي قلت له بالقصة كله قال ترفعين قضية وتطلقين وأني جاي أخذت قلت له لا ما أريد شي أنا ما أريد أنت يعني ما تقدر أسه ما تقدر تعيشني أمك أريد أعتمد على نفسي أكثر بس أنا بالي أنه بالسوق بالسوق من المنطقة أنه أفت هناك محل أنه أجر محل وأسوي نفس الشي خياطة وهم نفس الوقت أنه قلت له أنت دزلي هناك دزلي ملابس دزلي أشياء ما موجودة هناك بالعراق وفقلت له أنا هذا مشروع يعوفك منه أنا أول وتالي أنا عايفته فأخوي شجعني وساعدني وظلي دزلي دزلي بضاعي دزلي فلوس وحتى أكون هناك أصدقاء ساعدوني هو دزلي عليهم والمهم ظليت أجرت محل واشتغلت بي والحمد الله مستقرة فهل أثناء من استقرت يعني ابني صار عمري تقريبا سنة رحت المحامية قلت له هذا الوضع وأنا أريد أن فصل من يمه قالت مو تأخرتي يعني هسه إثبات بأنه أنت راح تطلبين الطلاق وإذا أنت طلبت الطلاق نانا ما راح إليش حقوق قلت زينو هذا الفيديو قالت يعني هاي يرادلها يرادلها واشغل يرادلها يعني هذا الرقب خلينا نشوف المنتابع يعني قالت هاي المسألة طولة بصدق طولة يعني من رفعت القضية وإجاهم البلاغ إجا أنا بها الفترة ما عفت البيت بقيت فإجا بلاغ بالطلاق ونصدم وقال لي ليش ليش تخربين على الحياة شو أنت الطين واتش قلت لأني ما لك علاقة بي ولا تفكر بي ولا بالطفل بيناتنا طفل كل ما يحكي بيناتنا طفل ستة المشاهدة بصورة عامة هي من حق الأب إذا لأنكون الطفل في حضانة أمه يعني بحضانة الأم المشاهدة يقدم والد الطفل دعوة إلى المحكمة والمحكمة تقرب المشاهدة وستة أقل فترة للمشاهدة أربع ساعات تقريبا يعني نفترض من التسعة صباحا إلى الثانية عشر ظهرا هاي من ناحية المشاهدة وحسب المكان الذي يتفقون به ممكن يتفقون في بيوت أحد أقاربهم أو في مكان محدد يتفقون عليه فالمحكمة بعد تستدعي الطرف الثالث وتتأكد من صحة المعلومات التي تتوافر بيه شروط المشاهدة وتوافق بذلك أما إذا كان هناك خلاف يعني ما بين الطرفين فتلتج المحكمة مباشرة إلى مكتب البحث الاجتماعي ويكون تكون المشاهدة في ساحة المحكمة أو العفوة قاعة المحكمة عادة بالمجتمعات الشرقية يبقى الأخ والأب هو عزوة للبنت يعني لما اليوم تحصل إشكاليات لما أي شخص أو أي مرأة تحصل إشكاليات مع زوجها ممكن تلجأ لأخيها لوالدها لعائلتها أن يدخلون بالموضوع ممكن هي أحيانا لما نصل لذروة المشاكل تترك المنزل تذهب إلى منزل أهلها بس لما تجد نفسها مكبلة لاعدها أهل لاعدها منزل آخر لاعدها مصير آخر وهي إمرأة حامل أو ربما عدها طفل تبدأ التفكير مو بنفسها فقط بهذه الروح اللي بداخل جسدها واللي موجود لها عرض الواقع هذه تحتاج إلى أكثر حكمة وصبر وصولا إلى ردة الفعل الصحيحة اللي تضمن حقوقها وحقوق طفلها وتخرج أو تعطي نتاجات صحيحة لا نريد أن نفاقم الموضوع مثل ما ذكرنا في القصة الأمر أصبح اعتيادي أصبح به الترويج والتعاطي معه بطريقة اعتيادي هذا يذهب إلى هناك أو هي تذهب إلى هناك أصبحت بعض المظاهر علنية بعد ما كانت سرية أنه أصبحت تفاخر بهذا الشيء هنا نحتاج إلى حكمة وردة فعل مناسبة حتى نخرج بقرارات مصيرية حتى نخرج بأمور ما تنعكس عنها سلبيا عادة لدينا في المجتمعات الشرقية سوء بردات الفعل نفاقم المشكلة هنا نحتاج إلى أنه نوازن أنفسنا ونخلي معادلة شنو اللي ممكن نخسره شنو اللي ممكن نحافظ عليه شنو اللي ممكن يصير بعد هذا الشيء مثل ما ذكرنا المرأة عادة مهما كانت قوية في مجتمعاتنا لأنها ينظر إلى أنه كان مستضعف والدليل وصل الاستهزاء بكرامتها أن الأمور أصبحت علنية أمامها يذهب إلى الطرف الآخر ويوارس بعض الأفعال غير شرعية أمام الشخص نفسه فأي دناء وأي استهزاء بكرامة هذه المرأة طبعا هاي الفترة عمتي أمن صدمت ليش تريدين تروحين لشي تشي تساموين سوا وياج إحنا مقصرين وياج وما قلت لها أي شيء ظلت تلح عليا بعدين قلت لها ترى ابنة شي تشي وأنا شاكة بي هي رأسني قالت ماكو غيرها على مارتخو قلت لها أنا بالبداية عندها علاقة ويحلمة زوجة فقالت هي على مارتخو قلت لها أنت تدرين قلت لا أمو أدري لأنه إحنا شكينا بالبداية وعرفنا هي وقلنا خلين زوجة بلك ينساها وأخوه ما يدري طبعا بس إحنا نصدمنا بيهم قلت لها أنت تدرين وضامة علي لي شيء يعني شنو أنت ظلمتوني يعني شنو ذنبي شو ظاهر عيتهم المسألة الطبيعية يعني العلاقات السر والمزوجة لا ومارتخو شون تدرين نفسها عليها ما أعرف ومارتخو عادي طب تطلع ابنه ولا يهمها عايشة حياته طبيعية طبيعية عايشة حياته المهم أني القضية ما تطولت شوية للمحامية بعدين أثبتت أن هذا الفيديو جاي من الرقم والرقم هذا باسم هي باسم مارتخو يعني هي دازل دازل فيديو هي تريد تخرب عليها ما أعرف تحبها ما أعرف لحد الآن ما أعرف القصة بيناتهم ولا واجهتهم ولا أعرفت السبب لأنني أريد أطلع من هذا الشي أنا ظلمت وبس أقول حسب الله ونعمل الوكيل عليهم دائما أتحسب عليهم أثبتوا هذا الشي وصار الطلاق وإلي كامل الحقوق قالوا للضرر والخيانة وبعد ما يعني أكو أشياء أنه تتاخذين النفقة والحقوق بس كلها يعني تأخرت أنا هاي الأثناء طلعت أتجرت أتجرت يوم حماتي حماتي كل شي أحبها ولأن ما أقدر أطلع واحد يدي يعني أتجرت قريب عليها فهي ترح وتجي عليها وابني أكيد وياي وأخي يعني قال لي أنا فترة ورجع يعني تجينوا إياي وأني رفضت لأن هنا أنا بعد صار عدي شول صار عدي معامل ما أقدر أعوفهم وقريب علي حماتي خطيئة ما بقصرة بس أنا يعني كانت عمتي خطيئة لأن أنا أداريها وما لها أحد فأروح أجي عليها بسية هاي الأثناء هو أحاول يحجو إياي بكل طريقة يدز علي ما أخلى طريقة بس يريد يحجو إياي أنا ما أطيت فرصة ويعني قلت يعني ش يريد يحجي بعد وعدي يقنعني أرجع لها ما أرجع لها فدزلي وبيد أختها وورقة كاتب بها رسالة لأن ما كو أنا حاضرتها من التليفون بكل وسائل مانعتها فقريتها كاتب إنو القصة هي شون بدت قال لي بإنو أنت لا ضلمتيني أنا من الزواج أخوي زوجتك كلش حلوة وشان هو يسافر وهوي وهي تحس بالوحدة وأنا شقد حاولت إنو أبتعد عنها صارت بيناتنا حب ونظرات وشقد أروح للمسجد وأروح أصلي وهي بس غلبنا الشيطان وجربت الحرام وإياها مرة وبعدين صارت مو مرة صارت ألف مرة وكل ما أمنع نفسي والله هي تعلقت بي وهي اللي مسوي هذا الفيديو ما تصور لأنو على مو دي تغيضت وعلى مو دي تطلعت من حياتي لأن هي حابتني وهي تقول لي إنو رح أريد أطلق من أخوك وخلي إحنا نزوج إحنا نحب بعض هذه هي القصة وأنا مظلوم بيها هو يك كاتب لي وكاتب لي إنو هاي القصة أريد أحلفتش بروح أبوك وأمك إنو ما تقليني لإبننا لأن إحنا بيناتنا طفل وما تحربيني منه يعني خليني أشوفه وما تقليني لحقيقة أبوه لأن بس تقليني راح يكرهني أنا قت صح إنو أنا ما قدر أعوف يعني أحربه وهو سوى قضية مشاهدة على مو دي تشوف ابنه لأن أنا ما ما تقبل ويا حتى من أروح العمتي أزورها ما أخلي يشوفه ونطلع فهو سوى قضية قلت لي يمشي بالقضية المشاهدة ووصلت له خبر أما إنو أقل للولد أو لا أنا حايرة بهذا الشي أخاف من يكبر الولد ويشوف أبوه هو يحب أبوه أكيد أخاف بعدين يقول يعني ليش حرمتيني من أبوه ظلمتي أبوه وعفتي فما أدري أقول له بالحقيقة أبوه أو لا هذا الشي متردد بي ودائما أفكر بي والله هي بعد مخيرة بهذا الموضوع وهي يمكن طلبت بأن كان موضوعها بأن تنطي معلومة لابنها أو ما تنطي معلومها هاي تخليها للمستقبل إن شاء الله وتشوف نشأة ابنها إذا كان بالمستقبل هو هذا الطفل ناشئ ناشئة صحيحة وعنده إمكانية التقبل تشرح له الطريقة بطريقة مهذبة وتوضح له السلبيات والإيجابيات حتى لا تأثر على مستقبله وأتمنى يكون بعد العشرين يعني من عمره حتى يكون شوية شخص راجح عنده إمكانية التفكير عنده إمكانية اتخاذ القرار بهاي الطريقة ونتمنى إن شاء الله الله يحفظهم ويبعد عنهم شر الأشرار ونتمنى العوائلنا الكريمة الستر والعافية والله يبعدهم عن هذه مسائل والمسائل الخيانة الزوجية يعني حقيقة ظهرت مؤخرا في المجتمع لأسباب كثيرة حقيقة قصة كبيرة جدا وأتمنى من كل أخواتنا اللي يستمعون لهذه القصة أن يستفيدوا منها امرأة رغم ما عانته من فقدان أسرتها مرت بظروف عديدة مرت بزوج وتجربة فاشلة إلى أنها استطاعت النهوض على قدمها واستطاعت المرور والمضي قدما بإنشاء مشروع يعيلها ويعيل إبنها وربما مستقبلا هذا المشروع يطور لأنه يضم يعني هي تبدأ شغل ناس تبدأ تطور مشاريع حول ريادة الأعمال الآن عندنا مصطلح جديد الذي هو مصطلح ريادة الأعمال أو الشركات الناشئة هذا المصطلح كان غائب تماما عن العراق كان العراق دائما أو الشاب العراقي أو الشاب الجون إلى مسألة التفكير في محدودية الدخل في مسألة التعيين الحكومي في مسألة الوظائف المضمونة الآن لدينا توجه جديد شبابي اللي هو الشركات الناشئة أو الأعمال الناشئة ابتدان من الأعمال البسيطة التي يبدأت بها مثل الخياطة وغيرها ومرون بالشركات الناشئة ومواكبة التكنولوجيا والعصر الحديث هذه التجارب الواعدة والناضجة تعطينا أمل بأن أعضاء الشباب عندما يستثمرون إمكاناتهم ومطاقاتهم سيوظفون المحيط والظروف لمصلحتهم ويبدون ينشئون أنفسهم ويبدون يمضون قدما هذه المرأة نفسها لو كانت ناهضة في واقعها منذ البدء أنا متأقن أنها لا تفكر بالزواج بحكم أنها عدها مستقبلة وعدها أساسات ممكن تبني عليه هنا الدور الأخ مبدئيا ما كان ناصح في أنه هل سيكون الزواج مستقر إنه يوجد شيء ثاني ممكن نعمل عليه وضحها أمام خيار واحد هي وجدت نفسها أنه بعد ما قادرة أنه تخيره أو كذا أو تضغط عليه أكثر بحكم أنه كان معيل إليه فجربت هذا الخيار وعندما جربته وأصبح خيار مو مناسب بالنسبة إليه بحكم التجربة اللي مرت بها ما توقفت عدها فكرت بإبنها وفكرت بنفسها أعادت بناء نفسها بدت أنشئت مشروحها مضت للأمام ما توقفت للتحديات والظروف ما انكسرت ما انهارت احيي هذه القدرة والشجاعة على النهوض مجدداً في كل استسلام في كل إرادة في كل تحدي لدينا العديد من التجربة اللي انتهت يعني أنا الزواج أسميه تجربة وانتهت ومو حياته انتهت لدينا الكثير من التجربة اللي انتهت في المجتمع العراقي سواء كانوا على مستوى الطلاق أو مستوى أنه أصبحت أرملة لا تتوقف حياتكم أمامكم فرص للزواج أمامكم فرص للحياة أمامكم فرص الاعمال لما يكون فرص الاستقرار والدراسة غيرها 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 الحياة لا توقفت التجربة التي انتهت وبنفس الوقت يجب أن يكون هنانا نحمل المجتمع العراقي بشكل مباشر وكافة المؤسسات والمنظمات مسؤولية مباشرة في زيادة الوعي المجتمعي لاحترام هذه الشخصيات اليوم التي هي مطلقة هي ما أجرمت التي هي أرملة هي ما أجرمت هي مرت بحالة معينة وانا للمثال قبل فترة قالوا أنه في حديث معين قالوا أنه المجتمعاتكم الشرقية وخصوصا العراقي بكثرة بحالات الطلاق فكان ردي أنه كثرة حالات الطلاق تعني أنه هناك حالات زواج أكثر ما يعني أنه المجتمع العراقي ما زال محافظ على إطاره الشرعي هذا إيجابي هذا الجانب ليس سلبي يعني اليوم لما المرأة تدخل في تجربة زواج وتكون غير ناجحة ما انتهت الحياة بالعكس أفضل بكثير من أنه إحدى هذه الدول الغربية والتجارب والإلندات غير ناجحة وندخل بعلاقات غير شرعية وأنا متأقن أنه الكثير من حالات الزواج بنيت على علاقات غير شرعية وما اكتشفوها إلا بعد أن فات الأوان وتشوف الأمور أنه ينعكس عليه من على الأبناء والأسرة وكذا التجارب الواعدة موجودة سواء على الزواج سواء على الدراسة سواء على العمل نحتاج لاستثمارها نحتاج المضي الأمام بخطوات فعالة وفعلية المجتمع يجب أن يكون مساهم في مدية العون وتطوير الشباب إعادة بناء روحية وشخصية المرأة بعد مرورها بتجربة فاشلة عدم استغلال ظروفها نشهد بعض الحالات هنا وهناك لاستغلال ظروفها في بعض المعاملات نجد أنه مثلا المرأة المطلقة لأن يحق إلهم أو الأرملة مرة راتب شهيد مرة يحق لها حماية اجتماعية مرة كذا هذه التعاملات بعض الأحيان تحصل بها بعض الاستغلالات من قبل موظفين من قبل أشخاص من قبل معقبين هذه الحالات الاستغلال من النفوس الدنيئة والضعيفة وإن كانت قليلة لأنها تؤثر في نفسية المرأة اللي فقدت فقدت ما فقدته فقدت من أعوام في حياتها في شبابها في تجربة ناجحة كانت تعمل عليها فقدت زوجها أصبحت معيلة لأطفال وكل هذا نجد أن بعض النفوس المريضة تستغل هذه الظروف وفي نفس الوقت نحتاج إلى عكس هذه الصورة نحتاج للنهوض بها وضعي أنا هسه شغلي ملتهي بين المحل وابني وياي دائما ومستقر الحمد لله أخوي يروح ويجي وحتى قال إن شاء الله هناك يستقر ويزوج إذا تحسنت أنا وضعي هنا فعادي أبقى بس أنا ما أقدر أسافر لأن هسه هو ما منطيني ما منطيني قرار إنه شوني يوافق على سفري لأن الولد الطفل ما أقدر أسافر به بدون موافقة أبو هاي هميا مشكلة يعاند بيها لأنه يريد المشاهدة تخلص وما يجاي ينطيني موافقة على مدأة السافر لأن المرات أريد أروح أنا هو خايف لا أروح التركيا وبعد ما أرجع وميندل هو أخوي هناك فخاف لا أخذ الولد وأروح بس أنا لا أنا مستعد أكتب لتعهد أنه أنا ما أروح هناك ما أروح استقرار أروح زيارة بس أعوف من تركيا أريد أروح زيارة أريد أروح الإيران أريد أروح السعودية أريد السيدة زينبي أريد زيارة أروح أريد زيارة أروح هو مانع وما يقبل وأني عن طريق أخته طبعا أو نتواصل على مد هذه المواضيع وبعد المحامية ماتتها ماتتين أريد أمشي بهذا الموضوع هو سيمعاند يقول لا أخلي تخلص مات المشاهدة على مد أنا أقدر أشوفها وبعدين نسأت عدوية أهمت سأتعهد بأنه هي متأخذ الولد ست السفر بخصوصا للمحظون يعني المحكمة عندها رؤية مستقبلية هذه الرؤية المستقبلية تخاف على مستقبل الطفل وهي تنظر لنظرة الأبوية أكثر المحاكم صورة عامة والمحاكم العراقية تنظر نظرة اجتماعية مستقبلية بنظرة العطف على المحظون فتنطي مجال واسع مثلا إذ كأمرأة مرات الحاضن مرات يكون شنو يكون مو أمين فمن الصعب يسافر بالمحظون ممكن هناك يتخلى يتضرر فهنا المحكمة ما تسمح للحاضنة باستحاب المحظون خارج البلد داخل البلد لا بأس يعني ما كفده أي مشكلة بالتنقل داخل المحافظات العراقية حجة مصايس الطلب يقدم يكون وصي ونصب وصية لأم أو الخال أو أحد أي الأشخاص اللي يسطحب الطفل لخارج السفر خارج البلد عفوا يعني بشكل عام هو الخيانة أمر منبوذ جملة أو تفصيلة سواء كان من هنا أو هناك في مسألة مستقبل الأطفال وخصوصا مسألة الحضانة وإن يكون الطفل كذا راح يتأثر بسلوكيات يعني وإذا كان يموالدته لعدة سنوات راح يتأثر بما تقوله بسلوكياته بتصرفاته بين عكاسات العلاقة هنا أنا أعتقد الطرف الثاني هو اللي راح يحدد مصير هذا الكلام اللي ينقل إليه لما نشوف الطرف الثاني بدأ يستعيد سلوكه الحقيقي الصحيح الواعي ويبدأ يتندم على تجاربه السابقة ويبدأ يمشي بخطوات صحيحة هنا أنا أجد أن المرأة بإمكانها أن تعطي أو تمنحه فرصة ثانية للتعايش مع الأبن أسأل فرصة ثانية معه هذا شيء خاص به بعد هي تقرر بس الطفل هنا أنا أفكر بالطفل قبل لا أفكر بالأب لأن هذا الطفل بعده في بداية حياته يتأثر بوالديه ونشوف إحنا مرات الطفل مهما وصل لعمر أنت ابن كذا أنت ابن كذا بعض الحالات المجتمعية سواء بالسوشيل ميديا أو بالواقع هناك حالات من التنمر الاستهداف التفاصيل لن يجعل هذا الطفل يشعر بهذا الأمر إذا كان الأبن بنفس السلوك وإن أنا والله لو تقول له أنه أبوك توفى أفضل بكثير إذا نفس السلوك ونفس الأمور ونفس الأمراض ونفس العادات أما إذا لا والله شفت سلوك الطرف الآخر أجبرني أنه أنا عيد احترامه أنه بدأ يغير سلوك ياته بدأ يتندم على فرصة بدأ يحاول أنه يغير بنفسه لأجل طفله ويبدأ يتندم على ما حصل سابقا هنا المرأة لها الخيار بأنه تتيح فكرة سلسة تصناحها سمو بالضرورة تخلي صورته إيجابية جدا ربما هذا يرجع للصورة السلبية ولكن تحاول تحتوي الأمور مثل ما احتوتها بحكمة وأعتقد أن المرأة في القصة أدارت حياتها وأدارت ظروفها بشكل كامل بحكمة ودرايا وعرفت شلون تتصرف وحتى باللحظات الأخيرة كانت تفكر مدى صحة الأمر أنه مات بخبرة أنه والده شنو كان يسوي فهنا سلوك الطرف الآخر هو اللي راح يحدد إذا كان تغير أصبح شخص جيد أدرك خطأ صحح خطأ أو حاول تصحيح خطأ بطريقة معينة أو أكثر أو حاول أنه يتردد على الطفل بصورة إيجابية ترك مؤشر إيجابي لداء المرأة هنا المرأة من حقها أنه تعكي الصورة إيجابية عنها أما إذا ما زال مستمر بنفس السلوك السلبي فهنانا لا والله من حقها أنه يتوصل الصورة السلبية ولكن تختار الظرف والمكان والوقت المناسب لأن هذا الطفل مثل ما يعرف بالبداية يعني الأمور تبدي تأثر بنفسيته لما يصبح واعي وناضج ربما يبدأ بفهم الأمور تباعا ولكن نحتاج أنه نفكر بمصلحة الطفل أفضل أنه هو حياة شبه انتهت بهذا الخطأ وهي حياة شبه بدت في مسألة أنه هي بعيدا عن الزواج بجانب عملية وبجانب النهوض بواقع الفرد راح تخصص حياتها أعتقد في تربية ابنها هذا الابن هو اللي راح يكون ثمرة فخلي يكون ثمرتي آني لما أكون أنا الصح وهو الخطأ خلي يكون ثمرتنا لو كان هو حاول يصلح نفسه ويكون هو صح أيضا ولكن خلي يكون ثمرت نفسه في حال إحنا كنا لطرفين خطأ اشتركوا في القناة